موسيقى موسيقى أثنت عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مرحبا أهلا رغدا ومرحبا محضراتكم وهذه أبرز العناوين موسيقى أكثر من أربعين شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم موسيقى شهدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وابتياحات موسعة لجنين ولعدد من المدن والبلدات موسيقى الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة جنوبية لبنان وحزب الله يعلن استدفى مواقع عسكرية شمالية الأراضي المحتلة موسيقى 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 نستهل هذه النشرة أيضا بآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة موسيقى 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 الله أكبر إحنا بطلت بأمل إيجيسنا أفدى مرسل القائلة الإخبارية باستشهاد نحو أربعين فلسطينيا وإصابة العشرات جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم أفدى مراسلنا باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح يأتي ذلك في إطار قصف مدفعي وجوي للمناطق الشمالية والغربية لرفح ولخان يونس جنوبي قطاع غزة وفي وسط القطاع استهدفت غارة جوية منزلا في مخيب النصيرات وشمالية القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في استهداف منزل عند مفترق نصر في مخيم جبالها وللمتابعة ينضم إلينا رائد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة رائد محمود ألن وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية ما بين الشمال والوسط والجنوب يستمر الاحتلال في ارتكاب مجازره منذ فجر اليوم بالتالي ولجال حتى اللحظة يمارس سياسة القطاع في سيدات المنازل المعزلة بالسكان في قطاع غزة ولجال الشمال الدم لجال ينزل في قطاع غزة ويبدل استمرار الخرب والليل الماضية حقيقة كان سيلة قاسية على قطاع غزة بشكل ثامن يتعاملون منطقة الوسطة عن غزة التهدفات بشكل كبير جدا لدرجة أن الاحتلال التهدف أحد المنازل في منطقة الوسطة منطقة المسيرات أدى الاحتشاد على الصور أسرة كاملة من عائلة غراب الأب والأم والأبناء للأسس يعني كانت جريمة بشعة جدا ويستخدمتها قوات الاحتلال إسرائيلي في أيضا مناطق خانينة التي انتحبت منها قوات الاحتلال إسرائيلي كان هناك انتشال أعداد من المواطنين نتحدث عن ترابط أكثر من أربعين مواطن في مدينة خانينة السوشة بالليلة الماضية في مدينة غزة أيضا هناك استهدافات لمنازل مؤمنة بالسكان والشفاق السكانية لأن أكثر ربما أقول أكثر المشاهد للأمس صعوبة استهداف منزل في منطقة الزيتون هذا المنزل استشهد في الأم والأم وقفل من أطفالهم ولذلك نجد أن حقيقة المشاهد التي نشاهدها في طواقم دفاع مدينة المشاهد معصوية مشاهد صعب جدا وخصوصا أن أغلب ما يتم انتشال من ذلك من المنازل التي تستهدفهم لأطفال وليساء وللأسف أيضا هو أنهم يصفوا أشلاء أنا ربما في استهداف منزل عائلة الغراب فيها الوسطى سبعة شهداء من تم التعرف عليهم وهنا ثلاثة شهداء مجهولي لا يقول مجهوليه بل من شدة أنهم قصفوا أشلاء يصفوا التعرف على أشخاصهم ولذلك يتحدث عن تفاكة ميران عالي يتحدث عن استخدام أسلحة مخيفة تؤدي إلى تفاكة الأشياء وحص الأشياء بشكل واضح ولذلك هذه السياسة لازلت قائمة أيضا قضية الواقع الإنساني في فتا غزة واقع صعب واقع لا يمكن أن يصف مهنا تحدثنا فيه عبر الصورة عبر الإعلام لا يمكن أن يصف الواقع الحقيقي الموضوع هنا في فتا غزة لما نشوف آلافنا المواطنين للأسف يبيتون دون أن يتناول الصعام لما نشوف أطفال تموت من الجوع أطفال تموت من الأمراض الجنبية أطفال تموت من الواقع النفسي والخوف والرعوة والحالة النفسية الصعب جدا أن تمر على قطاع غزة هذا في شمال وجميع قطاع غزة هناك واقع صعب ومعساوي أيضا في مناطق الشمال شمال غزة الآن من أشهر طويلة لم يتناول حبة خضار واحدة الاختلال يمنع إدخال الخضار إلى مناطق الشمال ويمنع إدخال الزمدات واللهوم والألبان والحليب الأطفال ولوالك يوميا تفدي المستشفى تماما يوميا تفدي الحالات وفاة الأطفال نتيجة سيئة تنهية ومهات سلد الآن في شمال قطاع غزة أطفال واقفهم الصحة صعب جدا نتيجة أن الأم لم تدغرض أصلا بالطريقة الصحيحة وبالتالي سيئة الأطفال مرضى ولذلك نجد أنه هناك تكاملية في عمليات القتل يعني من لم يموت بالقصة الإسرائيلي يموت من البيع ومن لم يموت من البيع يموت من الأمراض لذلك هناك انتشار واضح للأمراض واليوم هناك خديث عن خضية التطعيم من شراء الأطفال والآن هناك مؤتمر من مزارة الصحة للحديث عن تفاصيل هذا الأمر لكن هناك تخوفات سبيرة أيضا هل احتلال إسرائيلي سيسمح للإجمارات الأميادها من أجل التطعيم هو أبصال ثم يعود إلى منزل بكل سلام وبكل أمام أنا أعطيق يعني من خلال تجربتنا من خلال مشاهدت من الواقع هو يعني من خلال عملياته أثبت من خلال قصفه أثبت أنه لا يجد فيه قطاع رجل أي منطقة آمنة ولا مربع في قطاع قطاع الأعمال ولذلك يمكن أن يكون في هذا المركز الذي يكون فيه أو يكون فيه تطعيم هنا ممكن أن يستهدف هذا المنزل الذي خرج منه المواطن الأم وقصفها من ألل أن تطاع وعاد إلى هذا المنزل أن يستهدف حتى الصريق الذي سيشير فيه هذا الصف هو أمه أيضاً صريق خطرة جداً وممكن أن تستهدف ويبالك نجد أن الحياة هنا في غزة أصبحت يعني الأسف صعبة جداً وواطحة صعب جداً ولا يمكن بأي حال من اللحوان أن يكون هناك استطلاع إذا انتهت الحرب شكراً جزيلاً لك رائد محمود بصل المتحدث بسمي جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عاد مواطنون فلسطينيون إلى منازلهم في مناطق مختلفة من خان يونس بعد خروج قوة الاحتلال الإسرائيلي منها سكانوا تلك المناطق وجدوا مساكنهم وقد تحولت إلى تلال من الركام بسبب عدوان الاحتلال وتدمير أبنيتهم ما هي إلا أطلال حياة كانت هنا بين هذا الركام إنها بيوت الفلسطينيين التي عادوا إليها في مناطق بخان يونس جنوب قطاع غزة فوجدوها أثراً بعد عين إيش صدمة الواحد انصدم إحنا ما كان نشرنا دار أصلاً إحنا كنا عاملين عريشة فدارنا كانت قامل مهدمة وعملنا عريشة ودمروها تاني حسبنا الله ونعم الوكيل الله ينتج منهم ربنا يا ربي إن شاء الله ما يضل فيهم ولا واحد على وجه الأرض سكانوا هذه المناطق المنكوبة أخذوا يفتشون بين الحطام لعلهم يجدون أي من متعلقاتهم التي تركوها وراءهم على عجل وذلك بعد أن أبلغهم الاحتلال بأن عليهم أن يغادروا تلك الأحياء لأنها أصبحت مناطق ختال كانت مناطق آمنة آه كانت مناطق آمنة أصلاً وهم قالوا لنا مناطق آمنة فلما ندخلوا آخر إشي قالوا لنا يعني اخلوا منها هذه مناطق ختال فإش بنا نسوي يعني نطرينا إحنا نطلع منها سبنا غراضنا وكل حاجة هنا ورانا فدمروها إلنا حسبنا الله ونعم الوكيل اطلع أنت شايفها كله قدام عينك أنت عدوان لم يتوقف في قطع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وعندما بدأت إسرائيل هجماتها الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف نسمة من سكان القطاع نزحوا داخله إلى حيث لا أمان في موجات متتالية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب من استقر منهم فإنه يعيش معاناة لا تنتهي في مناطق إيواء تفتقر بسبب حصار الاحتلال للقطاع إلى أقل مقومات الحياة إحنا أخذنا حياة بعوض الله فينا لك يشور الأطفال الزادول يعني كمان الطفل الزادة كمان يموت الزنبو الزنبو مين اللي يتحمل المسؤوليته أنا أبو ضمن أبوي موتت موتت واني طايب واني طايب موتت أكثر منه أكثر منه أكثر منه أكثر منه لا يزال التجويع والفقر والمرض أسلحة يوجوها الاحتلال إلى سكان القطاع في مناطقهم أو في ملاجئهم وكل يوم يمر هو خطوة تقترب بهم من موت لا تنعدم أسبابه في غزة أفدى مرسلنا من معبر رفح البرية الحدودية الواقع بين مصر وقطاع غزة ببناء سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود اليوم السبت يأتي ذلك في إطار التجريد المنهجي من الإنسانية الذي يتبعه جيش الاحتلال ضد المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة مزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم وليا من معبر رفح الزميل عبد المنعم إبراهيم مرسل القاهرة الإخبارية أهلا بك عبد المنعم آخر التطورات المتعلقة بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت أهلا بك همام اليوم منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المسلزمات الطبية والوقود في ظل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر لأننا اليوم السبت هو يوم العطلة في دولاب العمل الإسرائيلي إلا أنه ليس عطلة أو إجازة في آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين وبالتحديد حصدت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من حوالي 41 حالة استشهدت في قطاع غزة هي أجازة اليوم في دولاب العمل الإسرائيلي وبالتالي أجازة في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع ولم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية في حصاد أرواح المدنيين استشهد منذ فجر اليوم حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليك فيها أكثر من 41 حالة هناك نرصد من هنا من هذه البكعة الجغرافية التعانية الإسرائيل الواضح أمام دخول المساعدات الإنسانية ليس فقط اليوم فيما يتعلق بمنع المساعدات الإنسانية في هذا اليوم الذي اعتدنا عليه منذ اندلاع هذه الأحداث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو أن يوم السبت وعطلة رسمية تتوقف فيها عملية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة بسبب أن ذلك يوم عطلة رسمية في دولاب العمل الإسرائيلي إلا أن ذلك هو اليوم الثاني على التوالي الذي تمنع في سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية إلى قطاع غزة وكذلك أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية في ظل الحالة والحصار الخانق الذي يشهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وزاد هذا الحصار والخناق منذ أن احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي منفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكري أرقام قليلة حتى همام طيلة الأسبوع الماضي دخلت إلى قطاع غزة لم تتجاوز شاحنات المساعدات حوالي 125 شاحنة من شاحنات المساعدات هي التي دخلت طيلة الأسبوع الماضي بالإضافة إلى حوالي 26 شاحنة من شاحنات الوقود كل هذه الأرقام هي أقل من نصف أو يعني أقل من خمسة أو حوالي خمسة الاحتياج اليومي لقطاع غزة دخلت طيلة أسبوع مضان اتحدث عن أرقام ضغيلة دخلت بفعل التعنت الإسرائيل وبفعل العرقيلة التي تفريضها دولة الاحتلال على هذه المساعدات وفي ظل الحصار الخانق وفي ظل ازدياد حالات المجاعة في القطاع التي أصبحت تحصد أرواح المدنيين داخل القطاع هذا فيما تعلق بجانب المساعدات الإنسانية وتضفق هذه المساعدات من الأراضي المصرية صوب قطاع غزة تبقى هماما نشير فقط إلى ما يحدث في المناطق الشرقية وهي تعرضت ليلة أمس وحتى صبيحت هذا اليوم ليلة قصف من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية طائرات المقاتلة وسلاح الجو الإسرائيلي توجه بعدة قصفات أو غارات جوية على المناطق الشرقية شاهدنا ذلك منذ قرير حتى قبل صعودنا إلى هذا الاتصال كانت هناك غارة وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال المقاتلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية إليك همام إذا ما كان لديك أي استفسار شكرا جزيلا الزميل عبد المعنم إبراهيم مراسل القارة الإخبارية من أمام معبر رفح من الجانب المصري شكرا جزيلا لك والآن نتبه هذه المشاد الحية التي تأتينا من الضفة الغربية مباشرة من مخيم جنين حيث تتمركز تعزيزات لقوة الاحتلال في المخيم وقوة عسكرية موجودة لليوم الرابع على التوالي من العملية العسكرية في الضفة الغربية مع تواصل هذه العملية شمال الضفة واقتحامات قامت بها قوات الاحتلال لمناطق وأحياء مختلفة في مدينة جنين ومخيمها ومواصلة حصار المستشفى الحكومي وعرقلة عمل سيارات الإسعاف إذا نشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في تواصل للعملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت منذ ثلاثة أيام واليوم هو يومها الرابع وأطلقت عليها وأطلقت عليها إسرائيل اسم مخيمات صيفية في هذه الصورة تظهر قوات الاحتلال والمدرعات الإسرائيلية وهي تتمركز في إحدى النقاط وكانت التقارير الصحفية صباح اليوم تحدثت عن نقاط لتمركز داخل مخيم جنين فيما يبدو أن هذه العملية ستستمر وتطول في مدها الزمني وربما أيضا في مدها المكاني والجغرافي وإنشاء نقاط تمركز في بعض نقاط في مخيم جنين في إشارة إلى توغل هذه الأليات واستمرار هذه العملية ليومها الرابع على التوالي إذن أليات الاحتلال قوة عسكرية لأليات الاحتلال الآن تعزز من وجودها وتوغلها في مخيم جنين وتستمر أيضا في عمليات الاقتحامات وكذلك الاشتباكات مع فاصائل المقاومة الموجودة في مخيم جنين في إطار هذه العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل منذ أربعة أيام وأطلقت عليها اسم مخيمات صيفية قامت فيها باقتحام ومحاصرة عددا من البلدات والمحافظات شمال الدفة الغربية وهاجمت فيها أيضا مخيمات عدة على أبرزها أو على قائمة هذه المخيمات التي تم اقتحامها مخيم جنين هذه الصورة التي تظهر أليات الاحتلال وهي تنتشر بشكل مكثف وتعزز من وجودها في إطار سياسة الحصار وكذلك إطباقها وإغلاق أغلب الشوارع وحصار المواطنين في مخيم جنين في منازلهم بالإضافة إلى حصار المستشفى الحكومي وإعاقة عمل تواقم الإسعاف وعرقلت وصولها إلى المستشفى نعود إلى قطاع غزة حيث أكد رئيس اللجنة الفنية لحملة التطييم للضعشل للأطفال في قطاع غزة محمد ظهيري أن الفرق الطبية سوف تبدأ هذه الحملة يوم غد كما أشار في مؤتمر صحفي أن الدفعة الأولى من لقاحات شل الأطفال وصلت بالفعل إلى قطاع غزة وأضفها ظهير خلال مؤتمر صحفي بشأن إطلاق حملة التطييم للضعشل للأطفال في القطاع أن اللقاحات آمنة وتم توثيقها من قبل منظمة الصحة العالمية من جانبي شدد أستاذ الصحة العامة بجامعة القدس على أن المؤسسات الصحية الفلسطينية قادرة على دحر فيروس شل الأطفال بعد تفشيه بالقطاع فيما أشاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بدور الكوادر الصحية واللجانة التي تم تشكيلها منذ اكتشاف الحالة الأولى لفيروس شل الأطفال في قطاع غزة أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن حملة تطعيم ضد الشل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت السن عشر سنوات ستبدأ غدا الأحد وشدد أبو رمضان على أن وزارة الصحة تقود حملة تطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويونيسيف وأونروا وأكد أن اللقاحات آمنة تماما اشتركوا في القناة حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية خلال حملة التطعيم ضد الشل الأطفال في قطاع غزة وأكدت أونروا أن أي عملية عسكرية في غزة ستقوض قدرة الوكالة على تقديم اللقاحات للأطفال أفدت مرسلتنا بأن أهالي المحتجزين نظموا مظاهرة أمام منزل نتنياهو للمطالبة بعقد صفقة تبادل يأتي ذلك بعد تسريب أخبار بشأن رفض نتنياهو الانسحاب من محور فلدلفي ذكرت وسائل علامة إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي وأف جلنت أبلغ وزراء المجلس الوزرية للمصاغر الكابنت بأن الخيارين المتاحين أمام المجلس يتمثلان في البقاء في محور فلدلفيا أو إعادة المحتجزين وتساءل جلنت عن جدوى البقاء في محور فلدلفيا في الوقت الذي يوجد فيه أشخاص على قيد الحياة في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في غصة في غضون ذلك ذكر موقع أكسيوس أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جلنت لا ينوي الاستقالة من منصبه لكن نتنياهو قد يفكر في إقالته وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن مشدة قوية بين نتنياهو وجلنت قرد خلال اجتماع الخميس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وضف جلنت أن التوصل إلى اتفاق قد يسمح بتحويل تركيز إلى تهديدات إقليمية أخرى نعود مرة أخرى لمتابعة آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة شوفنا أشلا فيجأ الثاني يريد يسع فضربوا الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجوير كلهم بدأ الخدس كاموا بتطريب الأهالي وعطوا قلات وكاموا بتحام بعض البيوت في السيرك بتحامات المستوطنين بصيدر بحجار تكتيل سيارات أصفوا الشاهد بدموا استشد فلسطينيون برصاص الاحتلال في مستوطنة عاتسيون بالضفة الغربية وأفاد مراسلتنا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد الفلسطيني بزعم تنفيذه عملية تفجير في محطة وقود بالمستوطنة كما ذكرت مراسلتنا أن الانفجار أسفر عن إصابة قائد لواء بالمنطقة وضابط احتياط إسرائيلية وفي السجاق استشد فلسطينيون بعد إطلاق النار عليه في مطاردة السيارة بالضفة الغربية وزعم التقارير إسرائيلية أن الفلسطينية تسلل إلى مستوطنة كيرمتسور وقام بمحاولة تنفيذ عملية دهس وفي الوقت ذات زعم جيش الاحتلال أن عبوة الناسفة كانت في سيارة الفلسطينية وانفجرت أثناء مطاردته أفدت مراسلتنا بأن الطهران الحربي الإسرائيلي يحلقوا بأجواء مدينة ومخيم جنين وكانت جرفات الاحتلال قد هدمت جدار مقبرة الشهداء بالحي الشرقي في جنين في الضفة الغربية كما أفدت وسائل أعلام فلسطينية بأقوى اشتباكات مسلحة مع قوة من جيش الاحتلال في بلدة كفردان غربي جنين ما أسفر عن إصابة شخص فلسطيني بشضايا ومن جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها نصبت كمينا محكما لقوة مشات بجيش الاحتلال في جنين هذا وذكرت الفصائل في بيان لها أن الكمين كان في حي الدمج حيث جرى الإقاع بأفراد قوة الاحتلال بين قتيل وجريح كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية أفدت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة وتجولت في عدة شوارع وأحياء منها حيث واصلت طريقها إلى مخيم نور شمس وتمركزت في حي النصر داخل المخيم أفدت مرسلتنا بأن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمية بالإضافة إلى مداخل ومخارج مدينة الخليل وقراها بالضفة الغربية ومنع التنقل المركبات الفلسطينية وذكرت وسائل علام فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة بالبوابات الحديدية والحواجز الإسمنتية لسيما متخل رأس الجورة ومداخل مخيم الفوار والعروب وطرق فرعية وفادت وسائل علام فلسطينية بأن قوات الاحتلال دهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت شبين بعد أن قامت باقتحام منزليه مرسلة القارة الإخبارية ولاء السلامين تنضم إلينا من رمالة ولاء ما جديد ما يجري لديك وهذا التصعيد الذي يستمر لليوم الرابع على التوالي من انطلاق هذه العملية العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة نعم ستحدث عما وردا من أخبار عاجلة في مدينة جنين الآن ما زالت قوات الاحتلال تقوم بقصف بعدة مباني بقضاء فالنير داخل مدينة جنين ومخيمها نتحدث عن إقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين المختلف من قبل الإقصال نعم ستحدث عن مخيم جنين في حالة الشفرية ومنها كانت تداول على موقع التواصل الشمعي وحتى على الموقع الإسرائيلية تتحدث عن مقتل أحد الجنود وطيبة آخرين بعبوات ناسفة محلية في الصنع أيضا نتحدث عن أن قوات الاحتلال لازلت العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها وتصل بين الآن والآخر تعزيزات كبيرة جدا إلى مخيم جنين والمدينة ويسمع دوي انفجارات ضخمة من ذلك الأزلقة مخيم مدينة جنين ونزلت الاشتباكات المسلحة ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال على أفتاح المخوى ثوات من حارة الدمج وإضا حارة الجبريات حيث هذين الموقعين تحتكم الفصائل الفلسطينية على إقاع الاحتلال الإسرائيلي في كماء للعبوات الناسفة محلية الصنع الشديدة الانفجار في تلك المنطقة إلى حين ذلك قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل في قرية كفردان ولم تتم هناك أي صدور أخبار إذا ما كان هناك أحد المقاومين داخل هذا المنزل أو حتى انتحق قوات الاحتلال من تلك المنطقة ولكن الجدير في الذكر أن قوات الاحتلال تحكم السيطرة على مدينة جنين ومخيمها والسواتر الترابية التي تغلق المدينة والمخيم أيضا نتحدث عن مدينة الخليل الآن تغلق المداخل والمخارج والشارع الالتفافي الشارع التثعين في تلك المنطقة والحرم الإبراهيمي تغلقه قوات الاحتلال حتى إشعار آخر جاء ذلك على خلفية أن قوات الاحتلال أو حتى كان هناك انتجار عفوا في منطقة ومتسلطنة غوشعة سيون وهي ما تقع ما بين مدينة الخليل ومدينة البيت لحما أيضا كان هناك تسلل لأحد المواطنين حسب دعم قوات الاحتلال وقام بعمل نداس وإطلاق النار على أحد المستوطنين في داخل المستوطنة في حين ذلك تقول قوات الاحتلال أنها ما زالت تعمل على التفتيش والبحث عن من هو الذي صنع هذه العبات المتفجرة من مدينة الخليل لذلك تحكم السيطرة على تلك المناطق وانتشار القناصة على أبو رمان في مدينة الخليل كل ذلك التصعيد يجري ما بين الحين والآخر في شمال الضفة وجنوبها وأيضا في مدينة رمالة والبيرة كان هناك اقتحام لقارية كفر عين وأيضا بلدة بيت ريمة ولكن سحبت قوات الاحتلال دون أن يكون هناك وقوع إصابات أو حتى اعتقالات للسقوق المواطنين شكرا جزيلا لك مراسلة القائرة الإخبارية من رمالة والاستلاميد إذن نألان إلى تطورات الأوضاع في لومنان قال حزب الله اللبناني أنه استدفى موقع المرجى الإسرائيلي بالأسلاحة الصاروخية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة وفي وقت سابق علن حزب الله اللبناني إطلاق رشقة صاروخية تجاه أحد المواقع في الجليل الغربي هذا وأفدت مراسلتنا بسقوط ثلاث رشقات صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة دون وقوع إصابات أفد مراسل القائرة الإخبارية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق بكثافة في أجواء قطاع الغربي للجنوب اللبنانية كما أفد مراسلنا أن طيران الاحتلال قصف عددا من بلدات الجنوب فيما تعرضت بلدة زبقين بقضاء صور لقصف مدفعي مكثف أعلن مصدر طبي يمني سقوط عشرة قتلى وإصابة نحو 35 أخرين في انفجارين متتاليين في مدينة عدن وقع الأول في محطة لتعبئة الغاز في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن وتبعه انفجار آخر أكثر قوة لصريق محمل بالغاز كان على مقربة من موقع الانفجار الأول وأخلف كرة من الهد وقال الشهود أيان أن عددا من المركبات احترقت في الموقع لفتين إلى أن شدة الانفجار تحول دون إمكانية تدخل فرق الإنقاذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 130 ميلا بحريا شرق مدينة عدن باليامن وشن الحوثيون أكثر من مئتي هجوم على سفن تجارية كما توحدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر المتوسط ألهم فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثي التي تسببت في إطراب التجارة العالمية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات خاصة أمريكية برفقة قوات خاصة عراقية نفذت غارة مشتركة غربية العراق أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من عناصر داعش وأشرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن القوات الخاصة الأمريكية نفذت العملية رفقة قوات خاصة عراقية في الساعات الأولى من 29 من أغسطس وأسفرت عن مقتل 15 من العناصر الذين كانوا مسلحين بمختلف أنواع الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة فيما أشارت وكالة رويترز الأنباء عن إصابة سبعة من الجنود الأمريكيين في السودان أفاد مراسلنا بأن الدعم السريع استادف خلال الساعات الماضية عددا من المواقع في مدينة الخرطوم هذا وأعلنت وزارة الصحة السودانية تعرض المناطق السكنية في مناطق كارري وأمدرمان إلى قصف مدفعي مكثف من الدعم السريع أدى القصف إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة نساء وطفلة وإصابة 25 آخرين ننتقل الآن إلى آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر قتل خمسة أشخاص وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بلغرود الروسية وأفاد حاكم المنطقة أن سبعة أطفال من بين المصابين هذا وتشن أوكرانيا منذ شهور هجمات متكررة على منطقة بلغرود ومناطق حدودية روسية أخرى أفاد الدفاع الجوي الأوكراني بإسقاط 24 طائرة مسيرة من أصل 52 من طرازي شاهد فوق أوكرانيا أطلقتها روسيا وأعلنت كييف أن موسكو أطلقت كذلك خلال ساعة الليل صاروخاً باليستياً من طرازي اسكندر أم وأربعة صواريخ S300 هذا وذكرت القوة الجوية الأوكرانية أن طائراتين بدون طيار تابعتين لها حلقتاً باتجاه روسيا وبيلاروسيا لعبة الحرب تقرر الأطراف دخولها وهي تعي جيداً مقوماتها خلال هذه الرحلة الخطيرة أبينما تتخذ روسيا سياسة النفس الطويل خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا يلهث الحلفاء لرأب الصدع في جبهات القتال خاصة مع طلب كييف الدائم لإمدادات الأسلحة مكتب الرئيس الأوكراني أعلن أن مسؤولين أوكرانيين من بينهم وزيرة الاقتصاد ووزير الدفاع وكبار مسؤولي هيئة الأركان بدأوا زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإطلاع وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن على الوضع في ساحة المعركة ومواصلة روسيا الهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات ودع الوفد إلى تعزيز الدفاع الجوي لحماية الأوكرانيين والبنية الأساسية وتسلم أسلحة من حزم المساعدات الدفاعية في أقرب وقت ممكن الزيارة تأتي في وقت حرج خاصة مع تحطم مقاتلة من تراز F-16 التي سعت أوكرانيا للحصول عليها من الحلفاء الغربيين وهي السلاح الأكثر تكلفة ما دفع رئيس فولادمير زيلنسكي لإقالة قائد سلاح الجو من منصبه وطلب زيلنسكي من الحلفاء الغربيين السماح بشن هجمات بأسلحة بعيدة المدى على القواعد الجوية العسكرية داخل روسيا بينما يرفض الحلفاء استخدام أوكرانيا لأسلحتهم داخل روسيا حتى لا يصبحون طرفا مباشرا في الصراع وتواصل أوكرانيا تناقضها فأعلن قائد جيشها أليكزاندر سيريسكي أن قوات بلاده تقدمت كيلو مترين إضافيين خلال توغلها بمنطقة كورسيك الروسية بيد أن الوضع الأكثر صعوبة يبقى في اتجاه بوكروفيسك حيث هجمات روسيا المتواصلة فكل تقدم لأوكرانيا في كورسيك يقابله فقدان العديد من البلدات خاصة في منطقتين دوناتسيك وخاركييف ومناطق أخرى صراع معقد بات يبحث عن إجابة ما هو الحل فأوكرانيا دخلت الحلقة المفرغة التي تدور فيها إلى ما لا نهاية والحلفاء يبحثون عن حلول ويظهر ارتباكهم عن توروتهم في صراع غير مخطط له قال الأمير العام لحلف النيتو يانس سلتنبرغ أن التواغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية مشروع ويكفله حقك في الدفاع عن النفس وأضاف سلتنبرغ أن أوكرانيا تخاطر بالتقدم إلى داخل الأراضي الروسية لكن الأمر متروك لها بشأن كيفية إدارة حملتها العسكرية كما أشار سلتنبرغ لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنيسكي أوضح أن العملية تهدف لإنشاء منطقة عازلة لمنع المزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود وأن الحلفة لم يتم إبلاغه بخطة أوكرانيا مسبقاً ولم يلعب دوراً فيها حثت أوكرانيا منغولية على اعتقال الرئيس الروسي فولوديمير بوتين خلال زيارة المزمعة الثلاثاء المقبل وذلك بمجب مذكرة اعتقال صادر عن المحكمة الجنائية الدولية طلبت وزارة الخارجي الأوكرانية السلطات المنغولية بنقل بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاية ومن جنب أعرب الكريملين عن عدم قلق من زيارة بوتين إلى منغوليا وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس 2023 بحق رئيس الروسي متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في طرحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بطريقة غير قانونية ترجمة نانسي قنقر طلب الرئيس الأمريكي السابق دولان ترامب من محكمة فدرالية في منهات طلب التدخل في قضيات الجنائية المتعلقة بأموال الصمت في نيويورك في محاولة لإلغاء إذنته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليها المقرر في سبتمبر القادم وقدم محام ترامب طلبا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفدرالية بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير والصادر عن المحكمة العليا الأمريكية قالت صحيفة بوليتكو الأمريكية إن المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة كاملا هاريس ونائبها تيم وولز بدأ أن لديهما هدفا رئيسيا لمقابلتهم مع شبكة CNN وهو تصحيح الصورة اليسارية التي رسمتها لها حملة منافسها دونالد ترامب واعتبرت بوليتكو أن هاريس سعت خلال المقابلة لإظهار الاعتدال والوسطية وقالت إنهما أسمتان مميزتان لكل حملة رئاسية ديمقراطية ناجحة لعقود من الزمن في أخبارنا الأخرى أسفر أعصار شانشان الذي ضرب وسط اليابان عن مصرع ستة أشخاص على الأقل وتحول الأعصار إلى عاصفة مدارية تصاحبها رياح تزيد سرعتها عن مئة كيلو متر في الساعة وضربت العاصفة مدينتي هيروشيما وأوساكا وأدت إلى هطول أمطار غزيرة كما أسفرت العاصفة عن وقوة أضرار مادية وتعطل حركة النقل وانزلاقات أرضية في جزيرتي كيوشو وهونشو بما في ذلك في العاصمة توركيو قال المدير العام للمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانهم إن لقاحة جدر القرود ستصل إلى الكونغة الديمقراطية في الأيام القليلة المقبلة لتصديل سلالة جديدة من الفيروس المسبب للمرض وضف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إنه يأمل الحصول على أول شحنة في الأيام القليلة المقبلة وأشار إلى أن الشحنات ستتزايد بعد ذلك وقال مسؤول آخر في المنظمة إن نحو 230 ألف جرعة من لقاح جدر القرود جاهزة على الفور للإرسال قالت الهيئة المعنية بتنضيب الاتصالات في البرازيل إنها شرعت في تعليق الوصول لمنصة التواصل الاجتماعي أكس امتفالا لأمر أصدره القضاء فيما يتعلق بنزاع مستمر منذ شهور مع مالك المنصة إيلون ماسك وكان قاضي المحكمة العولية البرازيلية أمر بالتعليق الفوري لمنصة إكس في البلاد بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البلاد وظل الوصول إلى منصة إكس متاحة في البرازيل مساء أمس الجمعة إلا أن بعض البرازيليين قالوا عبر منصة أخرى إن الدخول إلى إكس تم حجبه بالفعل اشتركوا في القناة لميناء الحريق الليبي بسبب نقص إنتاج النفط من حقل السرير النفطية قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إغلاق حقول النفطية في الأونة الأخيرة تسبب في فقد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد أفدت وكالة بلونبرغ بأنه من المقرر أن يوافق مكتب الموثل التجاري الأمريكي رسميا على زيادات الرسوم الجمركية على واردات صينية بمليارات الدولارات في الأيام القادمة مما يمهد الطريق أمام دخولها حيز التنفيذ بعد أسبوعين الزيادات المقترحة في الرسوم الجمركية على منتجات صينية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي تشمل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والخلايا الشمسية أيضا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسواف فيليروي ديجالو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد أن أثرت البيانات تباطؤا ملحوظا في التدخم في أغسطس ورجح ديجالو أن يظل التدخم مستداما عند هدف 2% بحلول النصف الأول من العام المقبل في فرنسا وخلال النصف الثاني في منطقة اليورو انكمش نشاط المصانع في الصين لشهر الرابع على التوالي في أغسطس في إشارة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع غير مستقر خلال الربع الحالي من العام وانخفض مؤشر مدير المشتريات الصناعية إلى 49.10 من 49.14 في يوليو الماضي وتتزايد الرياح المعاكسة لقطاع تصنيع في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن الانكماش العقاري الذي يلقي بثقة له على المستهلكين والشركات ارتفعت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 12% في يوليو الماضي على أساس سنوي لتسكل أكثر من أربعة تريليونات يوان وتجاوز قيمة صادرات السلع التريليون يوان مقابل وردات بنحو تريليون ونصف تريليون يوان مما أدى إلى فائد قدره 431 مليار و600 مليون يوان وسجلت قيمة صادرات الخدمات 228 مليار و800 مليون يوان وبلغت قيمة ورداتها حوالي 367 مليار يوان ما أدى إلى عجز قدره 138 مليار و200 مليون يوان قالت شركة جازبروم أنها سترسل أكثر من 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكراني اليوم وذلك دون تغيير عما أرسلته أمس وقفزت أرباح الشركة الروسية بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل 11 مليار و300 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوية موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر إلى الرياضة حيث تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة للدور الإنجليزي التي ستشهد العديد من المباريات القوية أبرزها مواجهة البطل مانشستر سيتي أمام ويستهام يونائتد ترجمة نانسي قنقر إلى الدور الإسبانية حيث يلاقي برشلونا فريق بلد الوليد في الأسبوع الرابع من الليجة والحساب الأسبوعي ذاتي يحل أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا على أتليتك بلباو سعيا لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الإسباني يلاقي برشلونا فريق بلد الوليد في الأسبوع الرابع على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وبدأ البرس موسمه الجديد في الليجة بشكل مختلف حيث تفوق في أول ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب الألماني حانزفليك واستهل الفريق الكتالوني مشواره في المباراة الأولى بالفوز على فالينزيا بهدفين مقابل هدف وفي الجولة الثانية تخطى فريق أتليتك بلباو بهدفين لهدف أيضا ثم انتصر على فريق رايو فاليكانو بنفس النتيجة في الجولة الثالثة ويطمح البلو جرانا في مواصلة بداياته المثالية من أجل الحفاظ على العلامات الكاملة بعدما حصد تسع نقاط يتصدر بها ترتيب القدول ورغم سلسلة الانتصارات إلا أن شبح الإصابات ضرب صفوف البلو جرانا خاصة بين صفوف الشباب بعدما تأكد غياب لاعب خط الوسط مارك برنال عن معظم الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي ولحساب الأسبوع نفسه يحل أتليتيك مدريد ضيفا ثقيلا على أتليتيك بلباو على ملعب ساماميس ويحتل الأتليتي المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد خمس نقاط بعدما استهل الموسم بالتعادل مع فياريال بهدفين لكل منهما ثم تخط جيرون بثلاثة أهداف دون مقابل قبل أن يكتفي بتعادل سلبي مع ضيف إسبانيول في الأسبوع الثالث نختم هذه النشرة بمهرجان العالمين الجديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهدت النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار أيامه كسر المهرجان حاجز المليوني زائر ومشاركة العديد من الدول في هذه الفعاليات وصل قطار مهرجان العالمين إلى نهاية نسخته الثانية المهرجان الأهم في الشرق الأوسط والذي على مدار أيامه قدم العديد من الفعاليات والنشاطات التي حازت على اهتمام رواده وفي نسخة استثنائية نجح المهرجان في كسر حاجز مليوني زائر من حول العالم إضافة إلى أنه نجح في أهم أهدافه وهي الترويق للسياحة في مصر ولمدينة العالمين الجديدة ووصل جنسيات عدد الزوار إلى أكثر من 104 جنسيات من جميع أنحاء العالم فعاليات مهرجان العالمين حققت نجاحا وإقبالا ضخما سواء بالممشى السياحي أو أليو أرينا أو النورث سكوير أو المصرح الروماني الذي يعتبر أحد أهم مسارح العالمين الجديدة وتضمنت فعاليات المهرجان برامجا استثنائية متنوعة بين المصرح والغناء والعروض الخاصة بالطفل من خلال خمسة مهرجانات وهي مهرجان الترفيه مهرجان الموسيقى والمسرح مهرجان الريغضة مهرجان نبتة للطفل مهرجان الطعام كما شهد المهرجان العديد من الحفلات الغنائية المتنوعة حيث شهدت هذه النسخة مشاركة الهضب عمر دياب لأول مرة موسيقى موسيقى كما أقيمت حفلات للعديد من النجوم العرب وعلى رأسهم مكدر رومي وكاظم الساهر ومحمد مونير وتامر حسني كما كان للفرق الموسيقية نصيبا من المشاركة حيث شاركت فرق كاريوكي ومصر إكباري وطبلة الست موسيقى المسرح كان له نصيب أيضا من المشاركة حيث قدمت خلال الفعاليات العديدة من المسرحيات والتي شهدت مشاركة كبيرة من نجوم كبار عدى رأسهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وحسن الرداد وإمي سمير غانم كما تواجد المخرج الكبير خير بشارة بمصرحية حبيبتي من تكون والمخرج خالد جلال بمصرحية الشهرة التي قدم من خلالها مجموعة من الوجوه التمثيلية الجديدة موسيقى عصفور طليم الشباك ملقاش حاجة بقيا هناك ملقاش بيه قدام الشغرة ولم تغب القضية الفلسطينية عن فعاليات الماراجان حيث خصص 60% من أرباحه لدعم قطاع غزة في لفتة إنسانية فريدة ولم يخلو المصرح الرومني من الغناء لفلسطين ولم تغب ألوان رايتها عن سماء العالمين موسيقى نسخة استثنائية هكذا وصفها متابع وحضور المهرجان الذي نجح في تقديم فعاليات ونشاطات لا تنسى موسيقى ختموا جولة الأخبار ونذكركم بأهم ما عرضنا موسيقى أكثر من أربعين شهيدا جراء العدوان على قطاع غزة منذ فجر اليوم موسيقى شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وابتياحات وصاعة لجنين وعدد من المدن والبلدات موسيقى والطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة جنوبي لبنان وحزب الله يعلن استهدافة مواقع عسكرية شمالية الأراضي المحتلة موسيقى موسيقى الزميل همام جاهد يبقى معكم على رأس الساعات المقبلة شكرا هماما شكرا رغضا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدين العزاء جولة جديدة لشبكة مرسلين بعد دقائق موسيقى 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 موسيقى